ينم إلينا من القاهرة السيد حسين مفتاح الكاتب والمحلل السياسي لبي سيد حسين أهلا بك على شاشات الغد ويعني المنفي ذاهب لزيارة اليونان لبحث تحفظاتها ربما على مسألة ترسيم الحدود وكذلك دبيبة هو في تركيا ناقش نفس ذات الملف فهل هذه الحكومة الحالية مخولة لمناقشة هذه الملفات الشائكة أم هي دورها فقط تسهيل الأمور للوصول إلى الانتخابات أهلا وسهلا طبعا الحكومة وفقا لخارض الطريق التي نتجت عنها السلطة التنفيذية كاملة والمتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد جاءت لتنفيذ الاستحقاق الحالي وهو الوصول بالبلاد من حالة التمهيد والموقع إلى المستقر الدائم عبر إجراء عملية انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام هذه المهمة الأساسية أما غيرها من المهام أعتقد أن هناك مهام ضرورية لمعالجة المختنقات والمشاكل اليومية سواء كانت الاقتصادية أو مشاكل الطاقة نتحدث عن مشاكل الكهرباء مشاكل مواجهة جائحة كورونا هذه الملفات ليس بالإمكان تجاوزها لكن أن تقوم هذه الحكومة بمثل هذه الزيارة الزيارة هذه تعد زيارة استثنائية يعني رئيس الحكومة رفقت 14 وزير إضافة إلى ضباط عسكريين من بينهم رئيس الأركان التابع للقوات الوفاق السابقة يزورون دولة هي طرف في المشكل الليبي وهي تركيا أعتقد أن هذه الزيارة وهذا العدد الكبير من الوزراء والملفات التي نوقشت لا أعتقد أنها تتناسب والمهام الموكلة لهذه الحكومة هذه ملفات ثقيلة بعضها ما يتم الاتفاق عليه اليوم سيترتب عليه إلزام البلد بالتزامات مستقبلية قد تثق الكاهل حتى الحكومة المفترض أن يتم انتخابها في ديسمبر المقبل أعتقد أن سيدة بيبة قد تجاوز في هذه الزيارة ما تم الاتفاق عليه لسيما بعض الاتفاقات مع تركيا وتثبيت الاتفاقات المشبوهة مع حكومة الوفاق السابقة أعتقد أنه تجاوز الحدود التي كان يجب أن يقف عندها نعم من مهامه أن يعالج الكثير من المشاكل ولكن ليس من واجبه أن يورط البلاد ومن يأتي بعده في التزامات ثقيلة لا سيما أن الدور التركي في ليبيا هو دور مشبوه الاتفاقيات التي وقعت في نوفمبر من 2019 مع حكومة الوفاق هي سبب الكثير من المشاكل والكثير من المصائب ليس لليبيا فقط بل حتى لدول شرق المتوسط وهنا نتحدث بشكل واضح عن قبرص واليونان التي أعترضتها في أكثر من مناسبة سيد حسين في رأيك من خلال زيارة دبيبة لتركيا كان يجب أن يتكلم مثلا على خروج المرتزقة من ليبيا بدلا من تثبيت اتفاقيات أو إحلال اتفاقيات أخرى نعم هو بالمناسبة تحدث ثبت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا ورغم معارضة الكثير من الدول قد تكون هذه الاتفاقية اقتصادية بحتة ليست سياسية وليست أمنية ولكن الإشكالية تبقى دائما في الاتفاق في مذكرة التفاهم الأمني العسكري التي خولت لتركيا الدخول في المعترك الليبي المحلي بشكل مباشر بل أن تركيا لحد الآن تسيطر على قواعد استراتيجية في غرب ليبيا قاعدة عقوب النافع في الوطية وقاعدة الميتيقة لديها نصيب فيها والرصيف الحربي في ميلاد الخمس والقاعدة الجوية في مصراتا كل هذه المناطق لتركيا تواجد كبير فيها بل البعض يعتبرها تسيطر سيطرة كاملة على هذه فأعتقد أنه يجب على عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له لسيم العسكريين أن يطالبوا بشكل واضح ومحدد وبجد والزمني محدد بخروج المقاتلين الأجانب الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا بدعوة دفاع عن حكومة الوفاق سيد حسين ماذا عن زيارة المنفي إلى اليونان هل هذه الزيارة تتفق مع زيارة الدبيبة لتركيا أم هي متناقضة لها؟ طبعا بالأمس عندما بدأت اللجانة الوزارية الليبية التركية في التداول على بعض الاتفاقيات التي وقعت أمس بحضور أردوغان ودبيبة كان وزير خارجية اليونان في بنغازي وألتقى مع نائب رئيس الحكومة أحسين القطراني نائب رئيس الحكومة التي يترأسها الدبيبة الذي يزور أنقرة وألتقى أيضا مع رئيس مجلس النواب الليبي وصرح وزير الخارجية اليوناني بأن ما تقوم به تركيا وما تثبته مع حكومة الوحدة الوطنية الآن تجاوزا للقوانين الدولية ولقوانين البحار في إشارة واضحة لمذكرة التفاهم البحرية التي تم تثبيتها أمس نعم مصير الاتفاقية العسكرية لحد الآن لم يعلن عنه ونأمل أن يتم إلغاها وتجاوزها باتبارة هي التي تبثل وصل هل هي من صلاحياتهم إلغائها؟ ضرر بالسيادة الوطنية وغيرها هل هي من صلاحياتهم إلغاء هذه الاتفاقية؟ إذا كانت من صلاحياتها تمديد اتفاقية ترسيم الحدود بالتبعية يفترض أن تكون من صلاحيات إلغاء الاتفاقية الأخرى في الاتفاق السياسي أو في الخارطة الطريق السياسي التي ولدت الحكومة هناك نقطة للأسف سلبية وهي ليس من صلاحيات الحكومة المساس بالاتفاقيات المسبقة وكانت هذه إشارة حتى هناك احتجاجات كبيرة عليها من كل الطيف الوطني لكن مدام هذه الحكومة دخلت في اتفاقات مع السلطات التركية ووقعت بالأمس أكثر من اتفاقية جديدة بالمناسبة اتفاقيات في خدمة الطاقة محطات توليد كهرباء ملاحق بمطار ميتيقة أو مطار طرابلس ومحال تجارية أو أسواق تجارية في طرابلس هذه الاتفاقيات كلها جديدة ما دامت هي صالحة بذلك فعليها أن توقف غيرها من الاتفاقات وهنا يجب أن توقف مذكرة التفاهم الأمني العسكري وصلت سورة سيد حسين مفتاح الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من القاهرة شكرا لك